موسيقى نشت الاخبار عبر شاشة ليبيا لكل الاحرار وابرز عنوينها مستشفى مصرط المركز يعلن استقبال خمسة قتلى وسبعة وثلاثين جريحة من قوات عملية البنيان المرصوص السراج يدين استهدافة وقحام المدنيين في حرب عسكرية ويقول ان معاناة المواطن لا تتحمل المزيد من المناورات السياسية مجلس الامن الدولي يقرر السماح للعملية البحرية الاوروبية بتنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا ويمدد ولاية البعثة الامامية في البلاد ستة اشهر اضافية افاد النطق باسم مستشفى مصرط المركز عبدالعزيز عيسى بوصول خمسة قتلى وسبعة وثلاثين جريحة من قوات عملية البنيان المرصوص الى المستشفى امس الثلاثاء من جهة اخرى قال عضو المكتب الاعلامي لعمرية البنيان المرصوص ابو بكر مصطفى لقناة ليبيا لكل الاحرار ان اشتباكات اندلعت اليوم بين قواتهم وعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة بعد تقدم قوات البنيان المرصوص من كبر الغربيات الاحية السبعمية واضاف مصطفى ان قواتهم المتمركزة في منطقة السواوة قصفت بالمدفعية الثقيلة محيط قاعات واجدوغو اعلن مدير الامن الوطني بمنطقة سرط نوريا دايكي انه جرى يوم الاثنين عادة فتح مركز شرطة زمزم بعد اغلاقه قبل شهرين بسبب سيطرة ما يعرف بتنظيم الدولة على مناطق ابو غرين وزمزم وبونجيم واوضح دايكي لقناة ليبيا لكل الاحرار ان عددا من الضباط وضباط الصف التحقوا بعملهم بالمنطقة مشيرا الى ان مراكز الشرطة في المناطق المحررة تحتاج دعما عاجلا من قبل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني من اجل الاطلاع بمهامها افد امر القطع الحدود اجدابي ابشير بوظفيرة باستقرار الاوضاع في منطقة الهلال النفطي وعودة الحياة لطبيعتها في مناطق النفلية وبنجواد وهراوة واضف بوظفيرة لقناة ليبيا لكل الاحرار ان جميع العائلات عادت الى منازلها في هذه المناطق بعد تحريرها مما يعرف بتنظيم الدولة وكان المتحدث باسم جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى علي الحاسي قد اكد ان قواتهم ما زالت تنتظر التعليمات من وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق الوطني لتحرك باتجاه شرق مدينة سرد دان رئيس المجلس رياسي لحكومة الوفاق الوطني فإذا السراج يستهدفن او اقحامل المدنيين في حرب عسكرية تحت اي مبرر كان واشار السراج في كلمة له لان ما يحدث الان من حرب متواصلة على الارهاب يستحق ان يكون نموذجا في اذهان الليبيين اهم ما تطرق اليه السراج في كلمته نستعرضه في سياق هذا التقرير هناك تحديات سبقت وصولنا واستلامنا زمام الأمور في الثلاثين من مارس هذا العام هكذا برر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج جملة الازمات التي تواجهها ليبيا السراج بدأ تسجيله المصور بالحديث عما وصفها بملحمة تحرير سرط وتطهيرها مما يعرف بتنظيم الدولة قائلا ان ما يحدث الان من حرب متواصلة على الارهاب يستحق ان يكون نموذجا وطنيا حاضر في اذهان الليبيين في السياق العسكري نفسه دان اي استهداف او اقحام للمدنيين في حرب عسكرية تحت اي مبرر كان وما قال انه جريمة قتل بدم بارد نفذت بحق السجناء المفرج عنهم من سجن الرويني مؤكدا انهم يتابعون القضية مع مكتب النائب العام تحديات عده ورثها المجلس الرئاسي عن سنوات من الاهمال القتب ظلالها بحسب السراج على الاقتصاد الليبي حيث اكد تنفيذ المجلس لخطة وصفها بالمدروسة لحل ازمة السيولة الى جانب تواصلهم مع ادارات مصرف ليبيا المركزي في ترابلس والبيضة 24 مليار دينار ليبي خارج المنظومة المصرفية لم يحدث على مسار السنوات السابقة تخصيص ميزانية 150 مليون دينار للمجال استبلاليات والمحليات بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي لحل مواجهة احتياجات النازحين من ضمن الملفات التي عدها سراج مؤرقة للمواطن هي ملف ازمة الكهرباء حيث قال رئيس المجلس الرئاسي انه من المؤسف الحديث عن بعض المحطات التي لم تمتسل لطرح الاحمال وتلك التي تعرضت للاقتحام من قبل جهات مسلحة لافتن الى تحمل مدن لطرح الاحمال اكثر من غيرها ولانه لكل ازمة وجه سياسي ارجع السراج تفوض وزراء حكومة الوفاق بمهامهم الى معاناة المواطن التي لا تتحمل مزيدا من المنورات السياسية ومزيدا من الانتظار نراهن على حكمة ووطنية رئيس وعضاء مجلس النواب ناخد القرار السليم في الوقت المناسب لاستكمال استحققاتهم واستكمال وتحمل مسؤولياتهم جملة من الملفات تطرق اليها السراج في كلمته التي ختمها بدعوة الجميع الى التحلي بالصبر لتجاوز ازمات البلاد اعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله ابليحق استمرار الاجتماعات والمباحثات بين عضاء المجلس في مدينة تبرق منذ يوم الاثنين وافد ابليحق في بيان صحفي بحضور رئيس مجلس النواب عقيل الصالح والنائب الاول محمد الشعيب والنائب الثاني حميد درحومة وعدد من اعضاء المجلس الذين وصلوا الى مدينة تبرق الاثنين افاد بان المباحثات تهدف لتقريب وجهات النظر والوصول الى توافق داخل مجلس النواب بشان الاتفاق السياسي وتضمينه في الاعلان الدستوري واعتماد حكومة الوفاق الوطنية بعد وصول النائبين الاول والثاني لرئيس مجلس النواب وعدد من الاعضاء المؤيدين لحكومة الوفاق الوطني الى مدينة تبرق شهد مقر المجلس سلسلة من الاجتماعات وصفت بالجلسات التشاورية بهدف تقريب وجهات النظر بين الاعضاء الذين اختلفت مواقفهم من الاتفاق السياسي وحكومة الوفاق وحالت دون عقد جلسات رسمية للبرلمان لأكثر من ثلاثة اشهر ففي الوقت الذي دعا فيه عقيلة صالح جميع الاعضاء للحفاظ على وحدة المؤسسة التشريعية تطالب كتلة السيادة الوطنية باعادة النظر في المادة الثامنة من الاتفاق السياسي قبل التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق موقف يرفضه الاعضاء المؤيدون للحكومة الذين يعتبرون ان مجلس النواب اعتمد الاتفاق السياسي في جلسة رسمية مطالبين بالسماح بعقد جلسة الاحتكام الى رأي الاغلبية جدول اعمال جلسات مجلس النواب لا يقتصر على محاولة تجاوز عقبة الخلافات بشأن الاتفاق السياسي بل يطرح ايضا مسألة اعادة تفعيل عمل المجلس والنظري في استحقاقاته الاخرى ومناقشة الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن وترافق هذه الاستحقاقات تساؤلات حول مدى نجاح هذه المشاورات في كسر حالة الجمود والعبور الى مرحلة جديدة قد تغير شكل المشهد السياسي في البلاد استنكر ضباط وعسكريون مشاركون في الحرب ضد ما يعرف بتنظيم الدولة بمدينة درنة في بيان لهم قصف الطيران التابع لعملية الكرامة للمدينة ووصف العقيدة يحيى الوسطى عمر من يصدر اوامر القصف والتحرض على قتل الاطفال بالميليشيات وبقايا النظام السابق داعي اهالي المناطق المجاورة الى عدم الانجرار الى الفتنة ان من اصدر الاوامر وحرض عليها والذي نفذها وقتل الاطفال لا يمتون الى الجيش بسله وليست الا ميليشيات مسلحة هم من بقايا النظام السابق ندعو المناطق المجاورة ان لا يستجيبوا لنداء الفتنة التي يردونها ان تشعل بيننا وان نطبق الامن الذاتي لمدننا لا نحتدي على بعضنا البعض من جهته اكد المسول الاعلامي لمجلس شرى مجاهد ذرنة وضواحيها محمد المنصور استدفى سيارة اسعاف بسلاح رشاش من طائرة عمودية تابعة لعملية الكرامة اثناء محاولتها اخراج جثة رجل وابنه قضياء داخل سيارتهما نتيجة قصف طائرات تابعة لقوة الكرامة وكانت طائرات تابعة لعملية الكرامة قد استادفت في وقت مبكر من صباح الاثنين سيارة مدنية في منطقة الاردام الواقع جنوب درنة على الطريق العام المؤدي الى ام الرزم ما اسفر عن مقتل شخصين اصدر مجلس الامن الدولي قرارا يسمح للعملية البحرية الاوروبية التي تعمل قبالة السواحل الليبيا بتنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا وقالت وكالة الانباء الفرنسيان مجلس الامن الدولي اعتمد القرار لمساعدة حكومة الوفاق الوطني مضحة ان هذا القرار سيوسع التفويض الممنوح للعملية البحرية الاوروبية بناء على طلب تقدم به الاتحاد الاوروبي للسماح للعملية البحرية الصوفية بتفتيش اي صفن يشتبه في انها تحمل اسلحة الى ليبيا اكد من عام حلف شمال الاطلسيان ستوتنبرغ استعداد الحلف لتقديم الدعم لليبيا قائلا انه على اتصال دائم مع المجلس الرياسي واوضح ستوتنبرغ في مؤتمر صحفي ببروكسل ان النيتو يجري مباحثات مع حكومة الوفاق لارسال خبراء لمساعدة ليبيا في انشاء وزارة الدفاع والاجهزة الامنية ومراكز القيادة واضف من عام حلف شمال الاطلسيان النيتو مستعد لدعم عملية الصوفية التي يقودها الاتحاد الاوروبي لمكافحة تهريب البشر في اعالي البحار طالبت روسيا بوضع ضواب التصارم قبل السماح برفع حظر السلاح المفروض على ليبيا مشددة على ضرورة موافقة الامم المتحدة على اي تدخل عسكري اجنبي لمكافحة ما يعرف بتنظيم الدولة ونقلت وكالة الابناء الامريكية بلوم الامبالة الامريكية بلومبارغ عن نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرو مولاتوف قوله ان روسيا قلقا من التقارير التي تتحدث عن تنفيذ عمريات عسكرية على الاراضي الليبية بمشاركة اجنبية مضحانا ان ذلك يتطلب موافقة حكومة الوفاق والامم المتحدة واضف نائب وزير الخارجية الروسي ان بلاده تحتاج الى ضمانات حتى لا تقع الاسلحة في الايد الخطأ على حد تعبيره قرر مجلس الامن الدولي تمديد ولاية بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا الى الخامس عشر من ديسمبر 2016 مشجعا على عودة البعثة الى العمل في البلاد بشكل دائم واعرب المجلس في بيان الله عن قلقه من تدهور الوضع الانساني في ليبيا داعيا حكومة الوفاق الوطني لانهاء الترتيبات الامنية المؤقتة لتحقيق الاستقرار في ليبيا ومعالجة المشاكل السياسية والاقتصادية ومكافحة الارهاب وطالب مجلس الامن البعثة الاممية بتقديم الدعم في تنفيذ اتفاق السلام ومساندة حكومة الوفاق الوطني في ترتيباتها الامنية ومساعدة المؤسسات الليبية في توفير الخدمات الاساسية وتنصيق المساعدات الدولية وفقا لطلبها قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة منع ليبيا من التصويت في جلسات الجمعية بسبب عدم سداد اشتراكاتها المالية في المنظمة الدولية واضفت الجمعية على الموقعها الرسمي ان خمسة دول اعضاء تتخلف في الوقت الحالي عن سداد اشتراكاتها موضحة انه تم اعتبارا من الثامن من الشهر الجاري منع دولة واحدة وهي ليبيا من التصويت واضحت الجمعية العامة للأمم المتحدة انه بحسب المادة التاسع عشرة من ميثاق الأمم المتحدة لا يحق للعضاء المتآخرين عن سداد اشتراكاتهم المالية التصويت في الجمعية العامة اذا كانت القيمة مساوية للاشتراكات المستحقة عن السنتين السابقتين كشف وزير الخارجية الايطالي باول جنتلوني عن جهود تبذلها بلاده لاعتراف خليفة حفتر والقوات التابعة له بحكومة الوفاق الوطني بقيادة رئيس المجلس الرئاسي فيزا سراج ونقلت وكارة الأنبال ايطالية آكي عن جنتلوني خلال ندوة حول ليبيا عقدت في العاصمة روما تحذيره من أن يكون تقسيم ليبيا هو بديل تحقيق الاستقرار فيها مضحانا خليفة حفتر يرفض الاعتراف بحكومة الوفاق كما أن هناك قوة عسكرية أخرى تجد صعوبة في التعايش تحت قيادة موحدة حسب قوله نشاتنا متواصلة وفيها منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف تقول الأطفال المهاجرين إلى إيطاليا عبر ليبيا يتعرضون للضرب والعمل القصري وخطر الغرق في المتوسط مستشفى مصرط المركز يعلن استقبال خمسة قتلى وسبعة وثلاثين جريحة من قوات عملية البنيان المرسوس السراج يدين استهدافة ويقحام المدنيين في حرب عسكرية ويقول إن معاناة المواطن لا تتحمل المزيد من المناورات السياسية مجلس الأمن الدولي يقرر السماح للعملية البحرية الأوروبية بتنفيذ حظ السلاح المفروض على ليبيا ويمدد ولاية البعثة الأممية في البلاد ستة أشهر إضافية أصدر وزير الحكم المحلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني قرارا بحل اللجية العليا لاستراتيجيات الإدارة المحلية والتي شكلت بقرار من حكومة الإنقاذ الوطني قبل عامين وطالب وزير الحكم المحلية المفوض إبداد جونسو منصور بتشكيل لجة لتنفيذ أحكام هذا القرار تكون من اقتصاصاتها إعداد محظر يتضمن حسابات اللجنة العليا والعاملين بها وكافة أعمالها حذرت الشركة العامة للكربا من إمكانية حدوث انهيار في الشبكة العامة في أي لحظة نتيجة رفض بعض المحطات الواقعة في بعض المدن والمناطق داخل مدينة طرابلس برنامج طرح الأحمال وذكر البيان أن مجموعات مسلحة لعدد من المناطق داخل محطات الكهرباء قامت بإرجاع الأحمال تحت تهديد السلاح الأمر الذي أدى إلى عدم استقرار الشبكة الكهربائية وأحملت الشركة تلك المجموعات المسورية التامة في حالة حدوث أي خلل في الشابكة العامة أو إظلام تام أو أي تداعيات قد تنشأ لا تقتصر معاناة المواطنين اليومية على تداعيات توتر الأوضاع الأمنية وتواصل حالة الانقسام السياسي وتأزم الوضع الاقتصادي فحسب بل تضاف إليها أزمة تكرر انقطاع التيار الكهربائي والتي تصل إلى ثماني ساعات في اليوم الشركة العامة للكهرباء أرجعت أسباب هذه الانقطاعات إلى النقص في إنتاج الطاقة وتوقف عدد من وحدات الإنتاج عن العمل موضحة أن هذا النقص تسبب في عجز يتجاوز 1500 ميجاوات من الكهرباء كما حذرت الشركة من إمكانية حدوث انهيار في الشبكة العامة في أي لحظة نتيجة رفض بعض المحطات برنامج طرح الأحمال أزمة أرجع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فازا سراج أسبابها إلى جوانب فنية وأمنية ومالية كثير من المحطات الكهرباء أثناء بداية التوراة وأثناء فترة الاشتباكات تعرضت إلى أضرار كثيرة الشركات التي كانت تتولى صيانة واستكمال هذه المحطات غادرت في كثير من الأعمال الفنية توقفت منذ سنوات اقتحام بعض فئات خارجة على القانون لهذه غرف التحكم وفرض إرادتها على العاملين بعدم طرح الأحمال وضع فرض معاناة لدى المواطنين لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة في شهر رمضان المبارك كما خلف تساؤلات ملحة عن الحلول المقترحة لحل حالة هذه الأزمة المجلس الرئاسي طالب الشركات الأجنبية باستكمال أعمال الصيانة على المنشآت الكهربائية والتي بدأت منذ مدة كما دعاها إلى إحداث وحدات جديدة لإنتاج الطاقة في البلاد مشددا على أن هذه الخطوة قد تمثل حلا لاحتواء أزمة الكهرباء وقد أكد المجلس الرئاسي أنه تم التوصل إلى اتفاقات مع عدد من المجالس البلدية بالمنطقة الغربية وشركة الكهرباء لاستكمال صيانة شبكات الكهرباء بالمنطقة الوسطى ومعالجة ضعف التيار الكهربائي بالمنطقة الجنوبية انقطاع الكهرباء أزمة متجددة تضاف إلى قائمة الإشكاليات التي يعاني منها المواطن كما تضاف إلى بقية المسائل المطروحة أمام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على أمل التوصل إلى حلول عاجلة تنهي هذه الأزمة أكدت منظمة الأمم المتحدة للتفولة يونسيف أن الأطفال المهاجئين الذين يحاولون الوصول إلى إيطاليا عن طريق ليبيا يتعرضون إلى الضرب والعمل القصري إضافة إلى خطر الغرق في المتوسط وقالت المنظمة في تقرير لها بعنوان الخطر في كل خطوة على الطريق إلى نسبة القصري من المهاجرين في تزايد خاصة القادمين على متن قوارب من ليبيا مشيرة إلى أن تسعة من بين عشرة أطفال يسافرون دون أحد الوالدين وضفت يونسيف أن بعض الأطفال يتعرضون لاعتداءات جنسية رحب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي بالتقدم الحاصل في تنفيذ الخطة الإستراتيجية لمنظمة الأمم المتحدة للتفولة اليونسيف مؤكدا أهمية مبدأ الإنصاف في مساعدة الأطفال وخاصة أولئك الذين يعيشون في ظروف صعبة حسب تعبيره وقال الدباشي في مداخلة خلال نعقاد الدورة الصنوية للمجلس التنفيذي لليونسيف إن ليبيا تؤكد أهمية مواصلة تعزيز الصلة بين أهداف التنمية والخطة الإستراتيجية لليونسيف في مجال العمل الإنساني مضيفا أن وفد ليبيا ينظر ببالغ القلق إلى التحديات المتزايدة أمام اليونسيف والناتجة عن تزايد الأزمات الإنسانية وما ينتج عنها منهجة جماعية وارتفاع أعداد النازحين واللاجئين وغير بعيد عن تقرير اليونسيف قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها إن المهاجرين غير النظاميين يتعرضون لإطلاق النار من قبل خفر السواحل الليبية في مشهد وصفته بالمفجع ونقلت مع المنظمة شهادات عدد من المهاجرين غير النظاميين ممن قالوا إن خفر السواحل يطلق النار عليهم وأنهم اشتكوا من الجوع في مراكز الاحتجاز كما قالت المنظمة إنها رصدت حالات تشغيل للمهاجرين دون إعطائهم أجورا إضافة إلى تعمد خفر السواحل لترك قوارب المهاجرين في عرض البحر هذا ورأت نائب مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط والشمال إفريقيا مجدلين مغربي أنه ينبغي على أوروبا أن لا تفكر في التعاون مع ليبيا في ملف الهجرة إذا ثبت تورط أطراف في هذه الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان وقد استنكر الناطق باسم القوات البحرية الليبية يقاسم في نشرة سابقة اتهامات تقرير منظمة العفو الدولية بشأن إطلاق خفر السواحل الليبية النار على المهاجرين معتبرا أن التقرير اعتمد على أقوال المهاجرين دون أن تنقل أي رد من السلطات الليبية أو تتأكد من صحة شهاداتهم صدرات العفو الدولية تسمع من المهاجرين ولا تسمع من الطرف الآخر قبل أن تقوم بتقريرها ولا تقوم بتتحرر في عين المكان أكثر الناس تعاملا مع حرش السواحل الليبية هم السلطات الإيطالية وحرش السواحل الإيطالي ويعلم الإيطاليون ويعلم كذلك الأوروبيون الذين يتعاملون حاليا في قوة صوفيا مدى ما هي الأفعال التي يقوم بها حرش السواحل انطلقت بمدينة درنة تظاهرات درنة للسلام برعاية جمعية درنة الخيرية بالمدينة وشارت الجمعية لأن هذه التظاهر جمعت بين الأنشطة الثقافية والدينية والرياضية وشارك فيها متسابقون من مختلف الأعمار مؤكدة أنها تهدف إلى بث روح السلام داخل درنة وخارجها وقد انطلقت التظاهر بمسابقات في كرة القدم واليد والتنس والشطرنج في انتظار أن تنطلق في الأيام القادمة المسابقات الثقافية ومسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده مناجد التي تشمل بطولة درنة السلام عدة مناجد رياضية ثقافية الشمعية الدينية من أما دور كرة التنس ودور كرة اليد وكذلك المسابقات الثقافية والمسابقات الدينية من جهة قال مشف بطولة تنس بتظاهرة درنة السلام لقناة ليبيا لكل الأحرار أن هذه التظاهرة تعكس الصورة الحقيقية لمدينة درنة وشبابها نعطي الصورة على مدينة درنة أن درنة فيها خير وفيها السلام نعطي الصورة الحقيقية لمدينة درنة المعرفة عليها درنة يعني مرت فترة في بعض الأمور شوانة حتى لما تطلع بره يقول لك من درنة نحن نمر الصورة الحقيقية للشباب درنة إلى عنوين النشرة مستشفى مزارة المركزي يعلن استقبال خمسة قتلى وسبعة وثلاثين جريحة من قوات عملية البنيان المرسوس السراج يدين استهدافة وإقحام المدنيين في حرب عسكرية ويقول إن معاناة المواطن لا تتحمل المزيد من المناورات السياسية مجسل أمن الدولي يقرر السماح للعملية البحرية الأوروبية بتنفيذ حظر السلاح المطلوب على ليبيا ويمدد ولاية البعثة الأممية في البلاد ستة أشهر إضافية اشتركوا في القناة